كنت في العمل أو حتى في العاطفة كنت على أرض مش ثابتة كنت خايف كنت شاعر بعدم الأمان ولكن رح يصير خلينا نقول على صعيد العمل إذا كان هذا الموضوع على صعيد العمل ففي شخص ممكن تكون طاقته هوائية رح يساعدك في العمل لتتجاوز مشاكل معينة أو لتتجاوز أشخاص معينين وكمان حتى في العاطفة عم بشوف شوية خيانة من الأصدقاء ولكنك مرتاح يعني اللي هو أكين جرحت منهم أو من الشريك ولكنك شايفك كتير عقلاني بطلت كتير تفكر بقلبك وبالحكي الفاضي وكذا واشتقتله مااشتقتله هو مش تاري عني لا عم بشوفك تاخد قرارات خلاص انتهت عندك مرحلة الجروح أو الصدمات صرت ضد الصدمات يا برج الجوزاء صار عندك كل شي عادي يعني حتى لو تنصدم يعني ناس تاني ينصدم من الموقف أنت بالنسبة إلك بطلت تنصدم من كتر الموضوع شايفيتك كتير دبلوماسي هذا الشهر شايفيتك عم بتحقق كل أحلامك يعني عم بتوصلك تطمينات بتوصلك بشائر خير وخاصة إذا الموضوع كان عن سفر عم بيكون في عندك سفر أو تجهيز أوراق لسفر في شخص عم بيساعدكم في هذا الموضوع هذا الشخص عم بيكون فعلا قادر يساعدكم وفعلا صادق ورح يساعدكم في هذا الموضوع سفر أو عمل عم بشوفك بالعمل دبلوماسي كتير عم تتحمل ناس كتير بلا طعمي ناس يعني لا يحتملوه عم بتحاول إنك تمتصهم أو تحتويهم بس عشان تحقق مصلحتك النهائية أو غايتك وعم بتحققها على نهاية الشهر عم بشوفك أنت والشريك إذا كنتوا في بناتكم شوية بلبلة لإني عم بشوف شوية بلبلة هون بينك وبينه إذا كان فيه انفصال أو تباعد عم بشوف شي بيحرك الأمور على فكرة فيه طرف ثالث قوي جدا جدا ولكن انتصارك رح يكون عليه على مراحل مشور مرة واحدة بلش تنتصر على هذا الشخص والتطمينات اللي قلنا عنها كمان مش بس على سفر ممكن تكون على الصعيد العاطفي عم بشوف الحبيب كتير برائبك أنت كتير بترائبه في بداية خلينا نقول غير متوقعة بناتكم من بعد ما خلص صار أنه رجوعكم مستحيل لا عم بشوفكم الحب اللي عندكم إياه عم برجعكم لبعض وفيه طاقات سلبية عم بتحاول تباعد بناتكم طاقات سلبية ممكن تكون عندك أو عنده فرح تنتصروا على هذا الموضوع هذا أكتر إشي كان بالنسبة لبرج الجوزاء شايفة فيه حب جديد للناس اللي ناطرين حب للناس اللي ما عندهم خليني أشرح شغلة بس بالنسبة للناس اللي بقولوا أنا دايما بضمر على شخص جديد بطلع لي الشخص القديم ليش هذا الموضوع بيصير لأنك لسه ما طلعت من طاقتك لسه عم تفكر فيه لسه عم تستنى فالكون ما عم يفهم عليك أنت شو بدك عقلك الباطن ما عم يفهم عليك أنت شو بدك أنت ساعد تتذكر للقديم وساعد تحكي أنا بدي واحد جديد مدام الاكس تبعك لسه موجود في طاقتك ما في شي جديد فأنا شايف برج الجوزاء لسه في عندهم تعلق لسه عم بيحاولوا أنه يتخلصوا في مجموعة منهم يتخلصوا من طاقة شخص قديم فهذا الشهر مؤجل أنه يتعرفوا على شخص جديد للناس اللي حابين أنه يتعرفوا على شخص جديد مع أنه شايف فيه معجب ممكن يكون برجه ناري أو هوائي طبعا قمري شمسي طالع مو شرط الشمسي فعم بشوف هذا الشخص عم بسأل عنك أشخاص أو عم بيحاول يدرسك من بعيد بيحاول يعرف مثلا مين أهلك كذا من وين أنت ولكن هذا الشخص خلينا نقول من بيئة تانية من مش لغة من طائفة تانية المهم فيه اختلاف بينك وبينه ممكن كمان يكون فيه بالسن علشان هيك هو متخوف منك من الرفض عشان هيك ما عم يقرب هذا الشخص طب خلينا نشوف للي عندهم شريك أو منفصلين عن شريك خلينا نشوف العقل الباطن تتبعه أكتر شي فيه براسه أو شو عم بيصادف نفس موضوعك زي ما أنت متعلق فيه هو متعلق فيك هو عنده كمان إدمان عليك هذا الشخص في عنده إدمان عليك عم بيفكر فيك بطريقة شوي هاي الفترة شوي عم يشتقلك من هديك الناحية أكتر إشي أنا آسف بس يعني هيك طلعي الكرت بس حلو أنه عم يشتقلك يعني وعم يتخيلك وعم يحلم فيك بالليل شايفيته في طاقة تشتيت ما في عنده اللي هو خلينا نقول الأمور واضحة الأمور كذا عم بيفكر فيك بطريقة شوي خاطئة وصلت له أمور أو أنه شاكك أنه أنت مع حدا تاني أو 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 يعني فيه أمور وصلت له أو عم يستنتجها بشكل غلط آآ فأنت حاول تصلح هاي الصورة بطريقة غير مباشرة فهو عم بيفكر آآ بهاي الفترة آآ بهذا الشكل آآ بيقول لك خلي الرحمة والتسامح إنها تكون من أولوياتك هذا الشهر أو هذا الفترة في هذا اللي أنت في آآ بيقول لك قد ما غلط الطرف الثاني أو آآ كذا أعطي فرصة أخرى كون رحيم مع هذا الشخص ما بتعرف إيش ظروفه كانت آآ أو ممكن مش عاطفيا ممكن بالعمال ممكن من الأصدقاء فبيقول لك أعطي فرصة تانية يا برج الجوزاء وإنت من الناس اللي ما شاء الله بتعطي فرصة كتير يعني آآ إنسان هيك حنون كتير برج الجوزاء بيقول لك روح آآ بيوند روح ورا التحديات اللي هلأ الحالية روح وراها وركز آآ بالأشياء اللي بترغب فيها يعني إذا بدي يعني إذا بدي أفسره إنه ما تهمك التحديات الحالية اللي عم بتمر فيها خليك فوكس يعني خليك مركز بس على الأشياء اللي بترغب فيها زي ما قلنا قبل شوي يعني ما تخلي إنه الناس تخليك تروح هيك وهيك عن أهدافك لا خليك ورا هدفك في هذا الموضوع في آآ في أي موضوع كان في حياتك يا برج الجوزاء إنت حاليا وكأنه في موضوع معين بدوامة معينة آآ فتت فيها ومش عارف تطلع منها فبيقول لك أقصر طريق إلك إنك ترجع أنا ما بعرف شو سيستيواشن تبعك ممكن نكون عاطفي ممكن مشروع إنت بلشت فيه وحسيت حالك إنه بمتاهة أو ما في آآ حلول لهذا الموضوع فبيقول لك أقصر طريق إنك ترجع خط الرجع لأنك خط الرجع إنت عارفه بس اللي قدام ما بتعرفه وكأنه عم يعني بيحذرك من موضوع اللي هو التشتت والممكن إنه ناسي عايشك بأوهام فبيقول لك أسهل إشي إنك ترجع لورا ترجع مكان ما بلشت إذا كنت شاعر بالتشويش هون بقول لك بيكفي تفكير كفي تعب بيكفي إنك تتعب حالك حب حالك أكتر تنفس التنفس الصحيح اللي بنعرفه زي مديتيشن زي شي فحاول إنك تعمل هاي الأمور روح عالطبيعة ارجع للطبيعة حاول إنك تترفح عن حالك شوي بيكفي تفكير يا برج الجوزاء التفكير ما رح يجيب لك شي بالعكس هون طلع مقلوب بيقول لها بيحكي لك آآ آآ خد لك آآ راحة أو كزا بما إنه طلع مقلوب عم بيقول لك آآ لا بالعكس آآ اشتغل استغل هاي الفترة أنا شايفي الوراق هاي الفترة الحظ معك فآآ آآ إنه حاول إنك تشتغل على قد ما فيك طلع لنا كمان قبل شوي إنه تعمل وكزا بس ما دخل آآ موضوع المديتيشن والآ هاي الأمور في إنك آآ تاخد آآ آآ راحة أو آآ آآ مش الوقت المناسب للآآ هلا آآ خلينا نشوف طيب كروت التحذيرات آآ بيقول لك يا برج الجوزاء انه في ظلم معين مش ظلم اللي هو المعنى الكبير لا ممكن تكون حكمت على شخص آآ حكم غلط مش إنك ظلمت الظلم كبير آآ فبيقول لك حاول إنك آآ اتصحح هذا الموضوع هذا الموضوع راح يرجع عليك بكارما راح يرجع عليك بسوء لو انت ما صح حدو فانت إذا غلطت في حدا معين إذا كان في آآ شخص معين حكمت عليه حكم غلط أو كزا ارجع بتفكيرك وارجع بآآ برأيك شوي لورا حاول تدرسه اكتر لحتى يعني تعطي اكتر آآ تعطيه اكتر آآ حقه. آآ كمان اكتر اشي عم بشوف انه تحذير من الناحية المادية كمان بالنسبة لبرج الجوزاء من الناحية المادية انه بقول لك امسك ايدك شوي هذا الشهر لانه آآ خلينا نقول راح يكون آآ الشهر اللي آآ تعمل فيه بدخ وفيه فيه مال وفيه كزا آآ لكن انت حاول توفر لانه الشهر اللي بعده راح يكون شوي صعب ماديا فهذا بشكل عام آآ بيقول لك خليل عندك الايمان والآآ والسكينة والطمأنينة صح الامور اللي حواليك آآ بما معناه صح الامور اللي حواليك لا تدعو للامان للشعور بالامان ولكن انت في عناية الهية انت من الملائكة فلا يعني لا كتير انك آآ اتخاف من آآ الامور المادية لانه آآ روحانياتك حلوة وهذا الاشي راح يخدمك آآ بالفترة الجاي خلينا نشوف آآ نفس الكرت اللي طلع معنا قبل شوي بيقولنا اول ما تطلق السلبية اللي في حياتك او الافكار السلبية راح تاخد الجواب على صلواتك او على آآ الادعية اللي عم تدعيها اذا كنت مستغرب انه الادعية لك ما عم تستجاب للك آآ فالسبب انه فيه تجواتك طاقات سلبية او تفكير سلبي او تراكمات سلبية عم بتصد هذا آآ الموضوع فكون حريص من هذا من هاي الشي بيقولك في يعني كتير 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 حلو هذا الكرت بيقولك فيه كنز يعني مخبة آآ في في احداث غريبة عجيبة راح آآ تحصل على هذا الكنز آآ الكنز ممكن يكون معنويا وممكن يكون آآ مادي يعني يعني وجوهرات الولو كزا آآ لا انا بشوفه اكتر آآ ممكن يكون هدية من شخص آآ عزيز وهاي الهدية ممكن تكون دهب او آآ آآ شي الو علاقة يعني شي ثمين شي شي ثمين ما بعرف آآ اذا كنتي بنت ممكن يكون مجوهرات وازا كنت آآ شاب ممكن يكون سيارة فاني ميالكم ميالكم اللي بيوصلكم هدايا كل الناس بتحب الهدايا هون بيقولك هيلينج آآ اكتر اشي بحس هادا آآ الكرت انو مش هيلينج بالنسبة لك بس آآ انو انت الهيلر انت اللي بهذا الشهر راح آآ تتبنى آآ دور اللي بتشفي اللي بتساعد الناس فيه ناس راح يستشيروك في مواضيع فيه ناس بحاجتك شايفة اكتر اشي فيه من العائلة شخص عم بيواجه شوي مشكلة صحية فعم بيحكي لك انو ساعده هادا دورك هلأ بيكتر اشي دورك انك اشتركوا في القناة